إنما يريد الله ليذهب عنكم الريج سهل البيت هل في ذكر النسب؟ يقول لا فعلا ما ذكر النسب لا من قريب ولا من بعيد صحيح قد يقول قال لماذا ما قال الله إنما يريد الله ليذهب عن كنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وين النسب؟ العرب دكتور هل لهم فضل في الإسلام؟ العرب؟ لأجل أنهم عرب؟ نعم العربية كسبب أحيانا الدعوة العربية تسببت في ضياع المسلمين اليوم حقيقة باسم العرب قل بعضهم ألف كتب في مثالب العرب ومناقب العجرة دكتور سعد ألا تخشى أن تتهم بالنسب؟ يعني أنت تناصب أهل البيت العداء؟ هذا الذي الآن في اليمن الحوثي أقول رضي الله عنه وذلك الذي مثلا يدعي في جنوب لبنان هؤلاء الاثنين كفروا بالله الحديث في الصحيح الله مصلي على محمد وآله محمد يعني موقفكم الآن من قضية النسب وآله البيت هل هي ردة فعل على جماعة الحوثي؟ باسم آل البيت قتل اليمنين وباسم الإله استولى على دورهم وأراضيهم ماذا تريد أنت؟ لما تكون النسبة أفضل إيش تريد؟ هل كان هو أصلا عليه الصلاة والسلام يقول أنا شريف وعلي شريف والحسن شريف والحسن شريف أو يقولون حتى في النساء شريفة طيب والنساء الأخريات إيش؟ يعني المصطلح ملغوم ملغوم وكان هذا المصطلح يطلق على كل حسني وعلى كل حسيني وعلى كل علوي وعلى كل عباسي كل من لم يؤمن بالإمامة فهو خارجي فهو كافر الآن من حديثي هذا من حديثي هذا إلى سنة أريد نص في كتاب الله آل البيت أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من صراحة بودكاست اليوم سنناقش موضوع حساس موضوع آل البيت في الإسلام ما هي فضائل آل البيت؟ هل لهم مكانة خاصة في الإسلام؟ لماذا نكرر في الصلوات الإبراهنية اللهم صلي على محمد وآل محمد إنما يريد الله ليذهب عنكم ريسة آل البيت ويطهركم تطهيرة آيات أحاديث فضائل سيدنا علي كثير من التشعبات حول هذا الموضوع سنستضيف فيه إنسان تخصص في هذا كتب كتاب يتجاوز 200 صفحة في هذا الموضوع وأجاب عن كل التساؤلات ضيفنا هو الدكتور سعد النزيلي من اليمن السعيد حياكم الله دكتور سعداء بيقائكم حياكم الله من زمان نخطط لهذه الحلقة ما شاء الله كم سنة لا شهر الله يكرمكم ما شاء الله دكتور يعني كتاب 227 صفحة تقريبا فيه موضوع واحد عمل مبارك إن شاء الله الله يباري فيكم نظرية تفضيل أهل البيت بالجنس والنسب البطلان الشرعي والفساد العقلي لماذا ألفتم هذا الكتاب دكتور سعد هذا حقيقة الكتاب كان بداية عبارة عن مقالات مقالة ننشرها غالبا في صفحتي في الفيسبوك نذكر بعض المسائل نفند بعض الشبهات نصحح بعض المفاهيم ننبه على بعض التنبيهات نلفت النظر إلى بعض مفهوم الآيات وبعض الأحاديث تكون من ذلك مجموعة من المقالات وكله بموضوع واحد كان في موضوع واحد يعني أصلا هذا الموضوع في الأون الأخيرة وبعد أحداث اليمن والسيلاء الحوثي وصار يتجدد أو يذكر هذا الموضوع كثيرا وهذه المسائل تطرح ما بين مؤيدين وما بين غير مؤيد فبالتالي ناسب أن تذكر هذه المسائل على جهة مقالة أحد الفضلاء أشار بأن تجمع هذه المقالات جميعا في رسالة طبعا لما يأتي الإنسان لجمع هذه المقالات في رسالة لابد أن ينظر إلى الطريقة المفيدة في كيفية تقسيم هذا الكتاب إلى تبويبات إلى فصول كي يستفيد القارئ ويخرج بحصيلة هذا البرنامج برعاية أكاديمية رؤية للفكر برامج ومساقات في العلوم الإسلامية والإنسانية ومهارات التفكير والتأثير أكاديمية رؤية للفكر عقل يتجدد ربما تجد بعض الثغرات أيضا تنريد إلى ملء حتى يصبح كتاب متكامل عندما جمعتهم الكتاب ألم تكتبوا بعض الفصول أو بعض المقالات؟ أضفت بعض الفصول بعض المقالات لأن الكتابات الفردية تمتاز أحيانا بسرعة معالجة موضوع معين عدم أيضا الرجوع إلى المصادر غالبا في أثناء التحقيقات لأنه مقال يستفيد منه الجماهير وعلى حسب لغة المخاطب لأن هذه الصفحات الصفحات التواصل فيها الأكاديميون فيها المثقفون فيها العاميون فيها الكبار والصغار فبالتالي أحيانا يتناسب أن يكون الخطاب مفهوما لدى جميع هذه الشرائح العلمية والطبقية في العلم أحد اللفاظ الأشار بأن تجمع عندما تقوم بجمع هذا الكلام وهذه المتفرقات والعبارات والتغريدات تحتاج إلى كيفية ترتيب يعني مثل خارطة تضع خارطة من أين وإلى أين وكيف يتم وضح هذا المفهوم وهذه المادة في بابها وهذا في بابه وهذا في فصلها حتى يستفيد القارئ من قراءة هذا الكتاب وحقيقة كما قال الأول كم ترك الأول للآخر للآخر تحته علامة تعجب ليس نفيا يعني كم ترك الأول الآخر بعضهم يقول ما ترك الأول لا غلط لا هي كم ترك كم ترك يعني كثير يعني كم ترك الأول للآخر وتعجب تفهم هذه العبارة أما ما ترك الأول للآخر لا غير صحيح هذه من المسائل التي لم يتطرق إليها العلماء سابقا أو قد يكون لا يوجد الداعي والمقتضى بمعنى هناك مسائل كثيرة مثلا في زمن الصحارة رضوان الله تعالى عليهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما تطرق العلماء إلى مسألة أحكام البغا يعني هل أحد خرج على النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد فبالتالي ما كان العلماء ما كان أبو باكر ما كان يتكلمون في هذه المسائل قال الإمام الشافعي رحمه الله لو لا أحداث علي مع معاوية وعايشة في وقعة الجمل وصفين لما عرفنا إيش أحكام البغاة وكيفية التعامل معهم وأنهم مسلمون وأن لهم شبهة وأن الحاكم لا بد أن يزيلها وإن كانت لهم مظلمة لا بد على الحاكم أن يرفع قال لو لا هذه الأحداث ما كنا سنعرف لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر تفاصيل هذه الأمور لأنه ما كان حدث هناك حتى يميزون من خلال هذه الأحداث وهذه الوقايع وكيف جرى لهذا وكيف تم التعامل مع هذا ومع ذاك وهذا نفس الكلام يعني ربما ما كان المقتضى موجودا للكلام في هذا الباب لأنه أمر معلوم من الدين بالضرورة وأن الناس جميعا عند الله سبحانه وتعالى سواسية وأن هذا هو أصلا هو دعوة النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما يتفكر الإنسان جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مجتمع جاهلي يمتاز بنسبة عالية من الطبقية وهذا سيد وذاك عبد وهذا يعمل فيه ما يشاء وذاك يسلم له بكل ما يشاء ثم ياتي النبي عليه الصلاة والسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن رق العبودية للبشر إلى رق العبودية لله وتأثر بذلك أيضا صحابته حتى قال عمر بن الخطى في مقولته المشهورة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهات أحرارة يعني هنا سيكون الداعي كبيرا لدى الفقراء والمساكين والمستضعفين أن يدخلوا دين الله سبحانه وتعالى لأنهم وجدوا أن هذا الدين دين رحمة ودين عدل ودين ليس عنده تمييز لا بالطبقية ولا بالإسمية ولا بالنسبية ولا بالقبلية ولا بالجهوية ولا بالمناطقية ولا شيء كان هذا داع بشكل كبير لأسلم الحبشي وأسلم الفارسي وأسلم الرومي ودخل الناس دين الله سبحانه وتعالى زرافات ووحدان وصار هذا محل غيظ لدى أعداء محمد صلى الله عليه وسلم يعني حتى كانوا في المجالس لا نريد هؤلاء وسنسلم لا نريد أن يحضر هؤلاء وسنكون معك العبسة وتولى المتكبرين أو الكبائع الذين يرون أنهم أكبر من الناس لا يريدون الضعفة لا يريدون هؤلاء الضعفة عبسة وتولى لماذا نزلت ما نراك حتى في زمن السابق في ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا لنوح عليه السلام كانت هذه يعني موجودة في الكفار بالتالي النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء عندما يأتون لمساواة البشرية هنا يتأثر أولئك النفر يقولون لا هذا يريد أن يساوينا بهؤلاء نحن عرب يريد أن يساوينا بالعجم نحن سادة يريد أن يساوينا بالعبيد هذه مفاهيم جاء الإسلام بهذه يعني لو نتفكر مثلا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال الحبشي ولصهيب الرومي ولأبي بكر القرشي ولغيرهم تعالوا ولنعبد إلها على نفس النمط الذي يسلكه أبو جهل الطبقية أنا أكون أفضل منكم أنا ومن هم من أولادي ومن نسلي وبالتالي لي حقوق باعتبار الإسمية لا باعتبار أنه رسول عليه الصلاة والسلام وأن هذه الحقوق تتسلسل إلى ذريته إلى يوم القيامة بدهي أن هؤلاء سيقول من الذي جئت به مغايرا لما عليه أبو جهل أنت ستدعون إلى أن نعبد إلها ونحن نعبد آلهة ما هي الميزة التي تدعونا والتي تحفزنا إلى أن نكون معك ما هو الجوهر الذي اندخلناه سنكون نحن والآخرين سواء لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام وقال لهم بصريح العبارة إن أكرمكم عند الله أطقاكم وهذا وحي نزل من الله سبحانه وتعالى هذا أي إنسان كان يشعر بالدونية وبالنقص وبالطبقية يشعر أن هذا الدين حق وأن هذه الرسالة حقه يلامس جروحه يلامس جروحه وأنه فعلا هذا إله خلق هؤلاء البشرية جميعا يعني ما خلق الله سبحانه وتعالى هؤلاء على صنف أولئك على صنف لما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق كما يقول العلماء قبض الله سبحانه وتعالى قبضة من الأرض فكان من تراب الأرض ما هو أسود ومن تراب الأرض ما هو أحمر ومن تراب الأرض ما هو أبيض وهذه هي رؤوس وأسس الألوان التي منها تتشكل الألوان جميعا وهذه أرض سبخة لا تنفع وهذه أرض نافعة تنفع فالناس في مثل هذا كطبائع نعم جاء منهم الأسود وجاء منهم الأبيض وجاء منهم الأحمر حكم النبي عليه الصلاة والسلام حقما صارما في هذا الباب وقال لهم لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى عندما يسمع مثلا بلال الحبشي رضي الله الذي كان لا يشعر أنه إنسان لا يشعر أنه إنسان يخاطبه محمد صلى الله عليه وسلم يخاطب فطرته لأن هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها كل إنسان عاقل وصاحب فطرة سليمة يدرك أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق ساوى بينهم جميعا جعل الرسل فقط باعتبار ما يمدهم من المعجزات والدلالات والبينات وإلا فإنهم من جنس البشر وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يعني إن نريد يتميز قل إنما أنا بشر يوحى إليه يوحى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى المثلية مثلية مطلقة مثلية مطلقة آكلوا وأشعر يعني الجماعة الذين جاءوا في الصحيحة من حديث أنس إلى النبي يسألون إيش يعمل النبي عليه الصلاة والسلام فلما أخبروا تقالوا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا كيف رسول يعني يتزوج النساء يأكل ويشرب يعني ينام وينام وينام خرج عليه الصلاة والسلام وسمع كلامهم قال ما بال أناس يقولون كذا وكذا أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ثم أتى بقاعدة كلية عظيمة لهذه الأمة ومن رغب عن سنتي فليس مين فهنا التمايز الذي كان بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام مع سائر البشر أنه رسول يوحى إليه وعصمه الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور حتى في مسائل الدنيا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم لكن فيما أذكره عن الله قال فإني لا أكذب أبدا يعني هذا وحي فهنا الأمر الطبيعي عندما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى مجتمع جاهل وهكذا ويجدهم على هذا الأمر من التمايز وما ينبني عليه أيضا من تبعات لأن التمايز هذا ليس مجرد تمايز يعني اسمي لا ليس فقط فكرة بالذهل أو في القلب له تبعات له سلوكيات له سلوكيات أنه يحكم وأنت محكم أنه يأخذ مالك ويستحله أنه قد يستحل دمك ليس لأنه يرى أن عنصره أفضل يعني هذا الأمر حقيقة هي أول بذرة إبليسية عندما قال إبليس أنا خير منه خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين على فكرة إبليس كان كلامه منطقي مشكلته أنه عاص الله فيما أمره كلامه منطقي لأنه يقول أنا أصلا من مادة تتغير عن مادة آدم يعني عقد المنقارنة بين مادتين متغايرتين معقول منطقيا يقول أنا من نار أنا من جنس النار وذاك من جنس التراب تخيل إبليس في ذهنه وظن ظن خاطيا وإن بعض الظنئث أن مادة النار أفضل وإيش من مادة إيش التراب والطين فرأى أنه أنه لا يسجد لآدم ليش لأن مادته متغايرة مع أن مادة لو جئنا ونحاجج يعني حتى إبليس يعني إحيانا تأتي النظرية دون تأمل في في التوابع والنتائج يعني مادة النار فيها الحرق وإهلاك الناس فيها الخفة فيها الخفة ولهذا كان إبليس خفيفا طائشا بخلاف مادة التراب والطين فيها التؤادة والثبات ومنها البيوت حتى لو سلمنا الإبليس سنقول له إذا اختخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت ولكن بأس ما ولدوا يعني بأس ما هذه النظر الإبليسية كان في حقيقة له شيء من المنطق لكن عندما تأتي إلى إنسان هو من نوع الإنسان ويقول أنا أفضل من ذلك ما هي وجه الأفضلية وجه الأفضلية يعني هل أنت رسول هل أنت موحى إليك ما أفضل منه إسما طيب هل هذا الاسم هو عرض مركب على جوار هل هذا مكتسب أصلا عندما يأتي المواليد هل هم اكتسبوا هذه الأسماء أم أن هذه الأسماء لا تنفك عنهم بحال هي علامات اسمية الدالة على مدلول فقط يعني تأمل في القرآن لما يأتي الله سبحانه وتعالى يقول جعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يطقاكم انظر إلى الربط القرآن العظيم جعلناكم شعوبا وقبائل يعني يا عبادي أنا جعلتكم شعوبا والشعوب عادة هم الذين افتقدوا أنسابهم يقال فلان التركي فلان الزنكي فلان الفارسي والقبائل الذين حافظوا يعني على الأسماء يعرفون آباءهم وإجدادهم هؤلاء جميع إن جعلناكم شعوبا وقبائل للمتعليم لتعارفوا أي ليس لتفاخروا أو تفاضلوا وليس أيضا لتتنابزوا يعني عندنا في الإسلام نظريتان محرمتان الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب وهذا للأمر إن العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهما في حديث عندما قال يعني عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمور الجاهلية ثم قال الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب يعني الإسلام وسط لا تفخر بحسبك لأنه ليس من كسبك وهو مجرد اسم دال على مدلول كما أنه ليس لك أن تطعن في نسب نسب الآخرين فهنا لفتة كبيرة وعظيمة جدا في القرآن إِنَّ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا ثم قال إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ يعني هذه فقط من أجل أن يعرف بعضكم بعضا يعني لو عندنا مثلا في الأحوال المدنية لو كل الناس بدون ألقاب المسائل ستختلط عليهم سيحكمون على هذا بالسجن وذاك بالإعدام وذاك بالغرامة ليش لأن هذا محمد بن عبد الله وهذا محمد كم وهذا زيد بن علي وهذا فلان الأسماء تتشابه أسماء الأبناء مع الآباء لكن عندما يأتي الألقاب الألقاب هذه للتعارف يعني هذا ليس هو هذا ابن فلان تتميز بين الناس فقط تميز وليس تفضيلا يعني ليعرف لتعارفوا جعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا الحكمة الثانية في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجه قال تعلموا من أنسابكم ما تصيلون به أرحامكم جميل جدا هذه الحكمة حكمة في القرآن وحكمة في السنة حكمة في القرآن للتعارف والحكمة التي ذكرت في السنة لنصل يعني هذا نسب أصله وصلة الرحم أمر ممدوح يتوافق مع العقل يتوافق مع الفطرة يتوافق مع روح الإسلام لكن لما يأتي الإنسان يقول لا هذه الإسمية هذه الإسمية تدل على الأفضل يعني منطقا قبل أن أتي حتى للأدلة الشرعية لأن البعض عنده غبش هذا الكلام دكتور كله رد على من يقول إن من ينتسب للنبي عليه الصلاة والسلام أو لابنته فاطمة أفضل من غيره أو له ميزة ما يوجد ميزة لا يوجد لا يوجد أفضلية الأنساب ليست مكتسبة يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لما صار من أولادي مثلا عدنان يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل هو جاء بهذا الإسم محمد بن عبد الله بن قصير بن كلابي لا حبا من الله إسم أنت دكتور حذيفة كذا أنا اسم هذا يعني ليست الأسماء مكتسبة بحيث نعقد مقارنة تفضيل نقول لهذا نعم المقارنة في التفضيل تكون في الأمور الخارجية في الكسبية فيما اكتسبه الإنسان تكون في الأمور أمور القوة أمور القدرة يعني أمر خارج عن ما هي أمر خارج عن الذات أنت اكتسبته من أعمال من فضائل من أخلاق من سلوكيات يعني ذات الشيء ذات الشيء أو جنس الشيء نفسه لا يصح فيه أقدور التفاضل يعني مثلا الحياة أنا معي حياة والخيل معه حياة الحياة مشتركة من حيث هي حياة مسبوقة بعدم ويلحقها زوال إن وجهه الأفضل لا يوجد لما أفصل أقول لا أنا إنسان حيوان ناطق عندي حياة لكن أنطق أفكر الناطق أي أفكر هنا الفصل فيه تمييز طيب أنا إنسان وأنت إنسان إيش أفصل بيني وبينك أنا نوع وأنت نوع واحد أنت تعمل وأنا لا أعمل أنت أفضل مني ليش بالعمل للعمل الأمر الخارج عن الإنسان أنت تقرأ وأنا لا أقرأ أنت تستفيد من حياتك ووضعت بصمة لمجتمعك ونفعت الأمة في بعض إنتاجاتك أو في بعض صناعاتك أو في بعض معلوماتك هذه أمور يعني هل خلق الإنسان والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلم يعني هذه الأمور صرت بها أفضل مني وهي أمور ليست من نوعية البشرية إنما لأنها أمور خارجة عنك وهكذا كل ما وهكذا دكتور نظرية التكليف أصلا يعني القضاء والقدر الأشياء الخارجة عن إرادتي الله خلقني في هذه المدينة في هذه الظروف بظروف جسمية معينة كذا كذا كل ما ليس من كسبي لا يحاسبني الله سبحانه وتعالى المرب الموت الكسب هو الذي ما أكسبه من قول أو فعل هو سيحاسبني عليه الله ألا فعل هنا تأتي قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي ما كسبته ما كسبته وما فعلته وهنا الابتلاء أصلا شوف عندنا حتى في نوعية النوعيات نفسها يعني لما نأتي إذا كان هناك فوارق حقيقية يعني مثلا الحيوانات نفسها يعني في حيوانات فقرية ولا فقرية ثديات وفي حيوانات مثلا زواحف في حيوانات برمائية هنا ممكن تعقد المقارنة لأنه يوجد اختلاف حقيقي يوجد اختلاف جوهري أما الإنسان والإنسان يعني اللون هذا هل هو اختلاف حقيقي طيب دكتور طروحتكم جميلة يعني فيها مساواة فيها محكمات كما تذكرون في كتابكم أنتم رددتم الموضوع لمحكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربيين على عجمي إلا بالتقوى كلام رائع لكن هذا الكلام يشغب عليه الكثير من النصوص من الفهوم وحضرتكم أكيد تعرفون لكن دعني أستعرض بعضها طيب نبدأ بالقرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا فهون أهل البيت مطهرون وذهب الله سبحانه وتعالى يريد أن يذهب عنهم الرجسة هنا عندنا جوابا مجمل في كل ما يطرؤ للإنسان من اشتباه في هذه الأمور هذا ليس جوابا في هذه المسألة بعينها وإنما لهذه ولنظائرها ولمسائل أخرى مختلفة الإنسان إذا اشتبه عليه أي شيء من النصوص في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الواجب على كل مسلم أن يرد هذا المتشابه إلى المحكم هذا هو هدي العلماء وهدي الأنبياء وهذا هو الذي مدحه الله قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات شوف القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ إيش قال الله فيتبعون ما تشابه منه ليش ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ثم قال الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قراءة الوقف الوصل يعلم تأويله الله والراسخون في العلم الآن هنا الله جل وعلا ذكر أن القرآن على النوعين في التناول محكم ومتشابه محكم إيش معنى واضح الدلالة بين المعنى لا وجه فيه إلا وجه واحد نص كما يقول علماء وصول الفقر نص النص وواضح الدلالة ومتوافق مع القيم والأخلاق والمبادئ التي جاء بها الإسلام ما فيش نص لا يتوافق لا مع النواقع ولا يتعارض الواقع مع النص لأن النص نص بخلاف الظاهر الذي فيه ظاهره مخالف معها متشابه في عندنا ظاهر ونص نعم باب في أصل فقر باب الظاهر وباب النصوص النص شيء واحد دلالة واحدة صريحة وواضحة قوية المعنى دالة على المدلول هنا النصوص الواضحة قبل أن نأتي إلىها مهم أن ألبس الكلام على الآية لكن الآن النصوص المحكمة الواضحة البيّنة الجلية التي تتوافق مع العقل والفطرة المشكلة أن هؤلاء حقيقة دائما يتناولون هذه النصوص لكن عندما يأتون إلى مثل هذه الأمور يقع عندهم الحيرة والشك يذكروني هذا بحال الفلاسفة الذين يتفلسفون دوما في مسائل علمية ثم إذا جاول الفطرة اضطربت عندهم الأفكار جميعا واستضمت مع الفطرة كيف يحلون الفطرة مع إيش مع النظريات الفلسفية التي يذكرونها الآن المحكمات إن أكرمكم عند الله يتقاكم المحكمات باتفاق عند الجميل عندما أتناقش مع رجل أتفق أنه هو على قاعدة من خلالها لازم أنا وأنت مشتركات نتفق عليها وننطلق منها لأن التحاور بماذا تسلم وماذا نتسلم من خلاله ننطلق هذا أمر محل اتفاق عند الجميع لا فرقة بين عربي وعجمي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى ولا نافية للجنس لا صلاة بغير طهور يعني ما يصح صلاة بغير طهور وهذا أمر لا يصح التفريق بين العربي والعجمي ولا بين الأسود ولا بين الأبيض إلا بالتقوى يعني نافية للجنس ما يوجد شيء آخر لما يترك هذه المحكمات ويأتي يقول إنما يريد الله يذهب عنك أمر يستأهل البيت وطاهرة أولا قبل أن نأتي إلى هذه الآية نقول أنت خالفت الطريقة التي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعها وهي طريقة العلماء واتبعت الطريقة التي حذر الله منها متشابه ابتغاء الفتنة إيش قال الله عنهم وابتغاء تأويله هؤلاء الذين يتبعون المتشابه الآية محكمة دكتور محكمة أين المتشابه فيها الآية محكمة أين فيها ذكر النسب محكمة أين فيها ذكر النسب إنما يريد الله يذهب عنكم رجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه الآية في سياق من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام نقرأ أولها وآخرة إيش قال الله قبلها طبعا آيات كثيرة نذكر التي قبلها تماما وقرنا في بيوتكنا خطاب من؟ نساء النبي عليه الصلاة والسلام وقرنا في بيوتكنا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأَوْلَى وَأَقِمْنَا عنده نظرية كرس لها حياته وهي مراعاة السياق في الآيات حتى قال كلمة رائعة قال قلت له سيدي لكن هناك يعني القرآن حمال أوجه قال متى يكون حمال أوجه عندما نهمل السياق أما عندما نراعي السياق فلا يصبح حمال أوجه كيف يكون كتاب هدايا ويمكن تلعب به عند إهمال السياق يا شخ حتى نحن حلقتنا هذه يستطيع البعض أن يجتزأ منها ما يريد ويأخذ منها ما هو كفر يقول هؤلاء الاثنان كفروا بالله معي يقول لأني يتناقش حتى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لو قطعها لا إله يقول شوفوا سبحان الله أو يناقشوا في مسائل المسائل يعني الاجتزاء مصيبة في القضايا في نسبة الأقوال لأصحابها كيف بالقرآن لابد من سباق الكلام وسياقه والنظر فيه والتأمل وقنا في بيوتكنا فعلا دكتور عندما قرأت الآيات ومنذ زمن سميت هذا الجواب فعلا واضح الآيات تتكلم مقطع كبير من القرآن كله يتكلم عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام لكن من كثرة ما يكررونها كثرة ما يكررونها ويجعلونها شعار يعني حتى في قناة المنار الشيعية دائما يطهركم تطهيرا والآية عندنا آية أخرى دكتور ممكن نبقى شوية عند هذه الآية لا حرج كونكم طرحتموها الآن مثلا إنما يريد الله ليذهب عنكم ورجس أهل البيت قد يقول قال لماذا ما قال الله إنما يريد الله ليذهب عن كنا أما قال الله سبحانه وتعالى قالوا أتعجبين من أمر الله خطاب لمن زوجة إبراهيم نعم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت هذا خطاب عربي وخطاب قرآني أن الله يذكر التأنيف ثم في التذكير يذكر الكل قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم موسى عليه السلام قال لأهله إيش أمكثوا ما قال قال لأهله أمكثي هذا أسلوب قرآني يعني قد يقول لماذا قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم ورجس لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في هذه الآية جميل جدا الأول أوامر الأول أوامر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لستنك أنتقيتنا لا تخضعنا بالقول ثم لما أراد الله سبحانه وتعالى إدخال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم ورجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا طيب قد يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا لا بد أن يذكر يقول ها تركوا هذه المسألة وما أغفل عنها النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي والحسن والحسين وفاطمة ومعروف قضية الكساء ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم قرأ هذه الآية صحيح قرأ وما قال أنها نزلت فيهم شوف أما الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكن لما جمع النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية طيب هذا واثلة ها في مسند الإمام أحمد عند ابن حبان لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مريضا دخل العلي والحسن قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية قال يا رسول الله وأنا منهم قال وأنت منهم مع أنه ليس من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك يوجد رواية يعني ابقى يعني عليك خير أو شيء أبعده من الذي أبعد النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث حديث الكساء لا لا ليس في هذا يعني ابقى وأنت بخير لم يدخله معهم بالكساء هذا لما في حديث واثلة قال أنت منهم أنت منهم في هذه يعني حديث مسلمة لكن عندنا الآن لما انظر في روح الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت هذه إرادة فقط لهؤلاء لكل المؤمنين والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلة عظيم الله يريد للناس جميعنا الهداية صحيح يريد للناس جميعنا الخير يعني ليست هذه الآية أن الله يريد قال ويطهركم تطهيرا طيب الله قال والرجزة فهجر وثيابك فطهر وذكر الله سبحانه وتعالى عن آل قبى أن فيه دجال يحبون أن يتطهر أن يتطهروا يعني هذا الأمر يعني كون الله سبحانه وتعالى يريد لعباده الخير ويريد لعباده الصلاح ويريد لعباده التطهير هل هذا مقتصر يعني الآية لا تدل على أولا ما فيها ذكر النسب يعني هذا واحد يعني هذه استطرادات فقط الإشكالية عند الإخوة هذا وجدته بكثرة حقيقة ومن خلال هذا المجلس نعالجه أول ما نبدأ مثلا إن أكرمكم عند الله يطقاكم يسلم لأنه محكم ما يحتمل وجها آخر نعم لا فرق بين عربي وعجمي يسلم ما يحتمل وجها آخر ثم إنما يريد الله ليذهب عنكم ورجسة أهل البيت هل فيها ذكر النسب يقول لا فعلا ما ذكر النسب لا من قريب ولا من بعيد صحيح وزوجات النبي عليه الصلاة وكذا وهذه إرادة حتى إرادة الله سبحانه وتعالى غير لازمة الوقوع كون الله أراد للعبادة الخير منهم من أطاعوا منهم من عصر يعني هذا غاية ما فيه أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم في هذا لكن عندما يأتي إلى يعني في المحكمات هذه وثم يأتي إلى هذه الآيات يحدث عنده اضطراب وانفصال يعني كيف هيها الإشكالية كما يسمى عند المنطقة الاستدلال العكسي والذي هو معبر عنه الاعتقاد قبل الاستدلال عنده شيء وفكرة يبحث لها أن أدلة خلاص الآن أبحث لابد أنا نظرت لهذا الآمر واعتقدت المفترض في المتجرد أنه يبحث في كل مسألة قبل أن يعتقد صحيح وما أوصله إليه بحثه هو يخضى له يدور مع الحق أينما دار يحيث دار وإن أخطأ له أجر أجروا اجتهاده لا أجروا خطائهم هذه إشكالية لاحظتها كثيرا في محاورة لبعض الفضلاء أنه يكون عنده المسألة من المسلمات والمحكمات في كون أنه لا فرق بين عربي وعجمي ولا فرق بين هذا وذاك يتحدث دائما في أنه لا طبقية في الإسلام ولا تمايز في الإسلام وأن دين الله سبحانه وتعالى جاء ليساوي بين خلقه وأنه كأسنان المشت ويذكر أدلة في هذا الباب كثيرة وأنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم والنبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال في حديث صريح في هذا الباب إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية الناس بر تقي وفاجر شقي ثم قال لا فرق شوف يعني مكرر هذا الحديث لا فرق بين عربي وعجمي ثم قرأ قول الله سبحانه يعني حتى في حديث النبي سبحانه أنه عندما ذكر أنه لا فرق بين البشر يقرأ لكن الإشكالية تحدث بعدها عندما يقف عند هذا النص تحدث عندهم إشكالية أخرى ما هي يقول من فهم بهذا الشيء طيب هذا مفهوم من سبقك لهذا من سبقك لهذا يا أخي هذه محكمة ولا مش محكمة إن أكرمكم عند الله يطقاكم يعني أقول إن أكرمكم عند الله يطقاكم من سبقك إلى هذا المعنى لا فرق بين عربي وعجمي من سبقك إلى هذا المعنى المشكلة لو أنه عالج نفسه بهذه الحيثية لن تهى الموضوع أنه يرد المتشابه إيش إلى المحكمة أولا ما حقيقة حتى من الضعف العلمي أن نذكر أن هذه الآيات من المتشابه لأنها ما تطرقت إلى ذكر الأنساب إطلاقا يعني هذا بس أنا تسليم تسليم يعني تنزل 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 إلى أدنى مستوى علمي تعليق هذه الآية بالنسب هذا متشابه أما تعليقها بأزواج النبي فهو واضح ما وجه حتى تعليقها بالنسب ما وجه تعليقها الله سبحانه وتعالى قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا جميل هذا في نساء عندنا آية أخرى دكتور عادة أن يحتج بها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وين النسب أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام طيب وين النسب قبل أن نأتي إلى حتى تفاصيل هذه وين النسب كذا دقيقة قف بس أين النسب طيب أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب قرابته المسلمين إيش الإشكالي يعني الأقرباء هم من ينتسبوا إليه من ينتسبوا إليه إيش دخل النسب أن هذا النسب فاضل وأن هذا النسب مفضول باعتبار هذا النسب المودة طلب المودة أحب النبي عليه الصلاة والسلام يعني شوف عندك الآن سعيد بن جبير يعني نأتي إلى التفاصيل بس أولا قف يعني نعم قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة قال سعيد بن جبير لابن عباس عباس ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن في البخاري نعم قال هؤلاء قربها النبي عليه الصلاة والسلام قال ما في بطن من قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيه قرابة فهمتها غلط ما في بطن من قريش إلا وللنبي عليه الصلاة والسلام فيه قرابة وإنما إلا أن تصلوا قرابتكم يعني النبي عليه الصلاة والسلام قل أنا أصلاً هذه عادة الأنبياء قل لا أسألكم عليه أجراً وما أنا من المتدين وما أنا من المتكلفين أنهم ما يريدون أموالاً على دعوتهم ولا شيء إلا المودة في القربة دعوني يعني المودة بما أن بما أني قريبكم لا تؤذوني دعوني أتحدث يعني مش معقول أنا أتكلم وأبو لهب يعني عمي وراي يكذب كذب وهذا يؤذيني وهذا أنتم يعني بيني وبينكم قرابة خلوني أتكلم خلوني أتحاور بحق العيش والملح الذي يعني بيني وبينك خليني أتكلم أنا كنت أفهمها دكتور كيف بقوله تعالى وأنذر عشرتك الأقربين فالنبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليهم ويقول قل لا أسألكم عليه أجراً يعني لا أريد مقابل دعوتي لكم أجراً ولا مالاً ولا ثروةً الذي يدفعني لدعوتكم هو محبتي لكم وقربكم مني المحبة التي بيني وبينكم والقرابة ما ينبغي عليكم أن تؤذوني لما بيني وبينكم من قرابة لهذا قال معباس قال لا ما في بطن من قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم له فيه قرابة يعني المفترض عليكم أنتم أقرباي أن تكونوا محل استماع وإصغار ومحاورة لا إذاء ومحاولة حتى للقتل والتهجير يعني شيء كالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي هكذا ما أراد الذات هذا أمر إضافي أيضاً أنه ما أراد الذات شف في القرآن عندما يريد الله سبحانه وتعالى ذكر الذات ما يقول في القربة شف هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة ما قال للقربة ما قال للقربة ما قال أولي القربة الآن لو أراد ذلك لكان هذا المقصود عيناً وذاتاً الآن وإذا حضر القسمة أولو القربة أيذن هؤلاء مقصودون ذاتاً هؤلاء معينون وآتي ذا القربة القربة هؤلاء مقصودون ووصينا الإنسان بوالدي إحسان وذي ها وبذي القربة وبذي القربة ذي القربة لكن في قوله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة فماذا يصبح معناها؟ ما يراد به الذات الآن نريد أن ننظر إلى حب في القرابة يعني أحبكم لأنكم أقربائي ما أراد عينهم ما أراد قرابتهم بعينهم لأنه إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذكر العين في القربة يقدمه إما بألو أو ألي كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة ألو القربة وآتي ذا القربة طيب كيف يصبح معنا الآية الآن؟ قراءة تفسيرية قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة ما بيني وبينكم من الصلاة أنا ما أريد منكم مالاً ولا أريد منكم أجراً دعوني وشأني وما أدعو إليه واستمعوا ولا ينبغي أن تعادوني على أقل يعني بيني وبينكم محبة بيني وبينكم مودة بيني وبينكم قرابة بيني وبينكم معرفة قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة يعني هذه الآية ما تدل لا من قريب ولا من بعيد هذا الأمر الأول الذي هو ركيزة وأساس في هذا الباب أنا لا أصلاً ما ذكرت لا النسب لا من قريب ولا من بعيد طيب الإشكالي يعني خطر في هذا مثلاً لأنه ما يأتي مثلاً القربة يقول لك القربة والقربة وأن هذا الأمر يعني كمستجد أو نحوه يعني قديماً عندما كنا ندرس مثلاً نذكر فضائل الصحابة وفضائل القربة ليس لأن القربة هؤلاء أمر متسلسل إلى ما بعد ما كان هذا يخطر في البال ولا يخطر أيضاً في البال يعني نما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الأنصار حبهم إيمان وبغضهم نفاق نبحث عن أولاد الأنصار اليوم ونقول لحبكم يا فلان إيمان حبكم يا فلان نفاق هذا أمر الذي في المهاجرين فضل ومضى بذهابهم والذي ورد في الأنصار فضل ومضى بذهابهم يعني أمر مختصر وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل عالياً لحسن الحسين والعب من الصحابة هم أصلاً لو لو نقول أنهم من القرابة هم من الصحابة ونت ألعبوا كون من القرابة كمعرف إن جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا فليس لذات القربة فضل مميز يعني لو كنا فضل مميز طيب هؤلاء القربة التمايز بينهم كيف؟ بالتقوى صح؟ التمايز بينهم بالتقوى طيب وبينهم بين غيرهم بالتقوى والنسب يعني التمايز بين علي بن أبي طالب وبي بكر بالتقوى والنسب وبين أبي بكر وعمر بالتقوى وبين علي والحسن بالتقوى شوف يعني كم سوينا أقسام بين أبي بكر وعمر بالتقوى وبين علي والحسن بالتقوى وبين علي وأبي بكر بالتقوى والنسب من قال بهذا القول يعني الآن لا تريدون أن تقولوا دكتور واضحة هذه المقارنة الجميلة لكن تريدون أن تقولوا أن فضل ذو القربة الفضائل التي جاءت في القرابة خاصة بمن عاشر النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ورد في أبي بكر وعمار وعثمان بعض الصحابة المهاجرين الأنصار الأشعريين كلهم وردت فيهم فضائل لا يفهم سؤالي أيش الفضائل في القرابة لأجل النسب لا لأن علي أسلم جميل ولأنه فعل كذا وكذا وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالإيمان كما شهد لأبي بكر وعمار وعثمان وعلي والعشرة المبشرون بالجنة الآن عندنا أبو لهب معه ثلاثة أولاد اثنان أسلم وواحدش لم يسلم التمايز بين هؤلاء كيف يكون بالإيمان والتقوى لماذا قلنا الولدان أفضل من ذاك بالإيمان بالإيمان طيب لو لم يكن الإيمان لو لم يؤمنوا لا يسألهم فضلي إذن الفضل جاء من إيش من الإيمان لو لم يؤمن أولاد أبي لاهب الثلاثة لما كان لواحد منهم مزيد على الآخر لكن هذان عندما أسلم بماذا كان لهم الفضل بالإسلام أم بالنسب إذا كان بالنسب كانوا كذلك حتى الكافر سيدخلوا معهم وإذا كان بالإسلام وجد التمايز إذن الفضل بالتقوى بالإسلام هو الأمر الخارج الذي هو من كسب الإنسان الذي هو من فعل الإنسان الذي هو من قول الإنسان ممكن دكتور نقول يعني يشغب على ما تقولون القاعدة العامة بالإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم بين الجميع بين الجميع لكن أهل البيت لهم خصوصية خاصة مثل ربنا ما اصطفى آدم واصطفى آل عمران واصطفى بني إسرائيل فالاستفاء إيش الخصوصية يعني هل الخصوصية طيب أنا الآن يعني ألم يصطف الله آل عمران وبني إسرائيل إيش معنى الاستفاء الآن معنا مسألة أنا دخلت أنا في مسألتين الخصوصية والاستفاء هذه الخصوصية الأحكام هذه باب وحدة سنأتي إليها الآن بالاستفاء آل الاستفاء الاستفاء والاختيار الله سبحانه وتعالى قال إن الله اصطفى آدم فآل إبراهيم وآل عمران على الحالمين هم عند الأشكالية في الحديث لعلكم تعنون الحديث صح؟ يعني مربما الآية والحديث اصطفى آل عمران لا هذه الآية لكن في حديث ذكرتني به أثناء الحديث الآن حديث واثل من الأسقاف صحيح إنما مسلم دم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة نعم من ولدي إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن نرد إلى المحكم النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى كما اصطفى الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام إيش قال الله سبحانه وتعالى في شأن موسى إن اصطفيتك على الناس بيش برسالاتي وبكلامي اختاره إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي يعني ذات الإصطفاء هو الاختيار هنا الاختيار يا أخوان أنت ستجرنا إلى حتى بني إسرائيل لكن لأن نتي لمسا ذات الإصطفاء ليس له تعلق لا بالجينات وليس له تعلق بالذات ولا بالأنساب ولا تعلق بالأنساب ولا تعلق بالشخص الإصطفاء لأمر خارج وإني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي الله سبحانه وتعالى لما قال إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم والعمران على العالمين لماذا اصطفاهم لما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الرسالات والنبوة النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاهم على الناس اختاره وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام كان مختارا وكانوا يقولون ليش اختار هذا وما اختار فلانا فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه طبيعي أنا يا جماعة الله اصطفاني إيش أعمل لكم أنا الله كلفني يعني كأنه يقول النبي السلام الله كلفني أترك هذا التكليف من أجلكم يعني الله اختارني يا جماعة يعني إذا ما اختارني كأنه النبي السلام يخاطمه عقلا إذا ما اختارني سيختارك أنت يا أبا جهل يعني واحد لابد يأتي يصحح للناس المفاهيم ويعبد الناس لله ويقول لهم هذا ما تعبدونه خذ الاصطفاء ليس تفضيلا إنما اختصاص برسالة وتكليف أين دخل النسب هنا أين ذكر النسب هنا الله اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خاص نقف إيش المشكلة يعني يعني آل عمران آل إبراهيم اصطفى هم هؤلاء منهم رسول ولا مش رسول وإني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي الاصطفاء اختيار اختيار اختاره الله سبحانه وتعالى إذن اختار الله أنبياء واختار لبعض الأقوام رسالات هكذا دكتور اختار بعض الناس كلفهم بتبليغ واختار بعض الأقوام خصهم برسالات أرزل عليهم دين تعاليم كتاب مقدس جميل هذا هو المعنى في الحديث نتعمق شوية في الحديث يعني عشان لا نمشي عليها سريعا كونه ذكرناه الآن لأن ربما ننساه في طريق إذن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قرية طيب هؤلاء من العدنانيون العرب أقسامهم ثلاثة عرب بائدة وعرب عاربة يشجب يعرب قحطان وعرب مستعربة ينتسبون إلى عدنان يعني سنقول جنس العرب المستعربة لأنهم ذكروا في هذا الحديث إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل كلام على العدنانيين صح؟ نعم واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من كريش بني هاشم الكلام كله اصطفى العدنانيون سنقول إن جنس العرب المستعربة أفضل من جنس العرب العارب الآن مزقنا زيادة يعني كانت عندنا إشكالي في مفهوم بعض عند بعض الناس إنه هذا النسب هل هو أفضل لا الآن لو تريدون طردنت في هذا الحديث ستقولون العرب قسمان يعني كانت المشكلة التي يجب محاربتها أنه لا فرق بين عربي وعجمي وهذا هو الأصل والمحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الآن باستجراركم لهذا الحديث واستجلابكم له في هذا الميدان يلزمكم من ذلك تقسيم العرب أيضا إلى قسمين أن جنس العرب المستعربة كون الاستفاة هذا يدل على اختيار الجنس والجينات سيلزمكم أن يكونوا أفضل من الجنس وليس هذا مقصودا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيش الفرق إذن بين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أنه سيدعوم إلى إله يقول هو ينفع لهو جاء بمكارم الأخلاق وجاء بمكارم الدين الآن هذا الأمر حتى عند اليهود للمعلومية في أثناء الحديث سابقا قلنا هذه بذرة إبليسية صح؟ من أخذها عنه أخذها عنه الهندوس 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 عندهم طبقيات عندهم طبقيات هذا جاء في رجفيدا رجفيدا هذا من المصادر والمراجع عندهم هو من مراجع الأدعية والمآثر يذكرون فيه أن الله خلق البرهمة من فمه وخلق أظن الشواتر هكذا من عضده وخلق ذكروا قسما ثالثا من فخذه وخلق الشواتر من رجله لهذا البرهمة يرون أنهم أعلى من الشواتر ليش؟ لأن الشواتر هذا عندهم مخلوق من رجل الله فلا يعمل إلا بالمهن المتدنية ممنوع عليها أن يكون مسؤولة كل شيء قلت لك الطبقية لها تباعيات مثل طبقية التي غزى بها العالم هتلر العرق الآري وتفوق العرق الآري وهذا أيضا موجود عند اليهود حتى عند اليهود في سفر التكوين أن الله قال لإسحاق جعلت عهدي لك أبديا سرمديا في نسلك جعلت عهدي لك أبديا سرمديا في نسلك الذي يقبل بغض النظر فاجرهم وتقيهم هذا إيش قال الله عز وجل لما ذكرتني بها فاجرهم وتقيهم في قول الله سبحانه وتعالى ذرية بعضها من بعض ذرية بعضها من بعض فمنهم ومنهم إيش كافر ومنهم مقتصد ومنهم جاهد سابق بالخيرات الذرية لابزم ما يكونون على نسق واحد صحيح فهذا الأمر مستجر من إبليس عد إبليس أحسنهم حجة لأنه مادة من مواد الصنع مختلفة أما بيننا نحن أولاد الطين هذا أمر مستجر أصلا من الهندوس وما أخذ من اليهود الطبقية وهذا التمييز السود في أمريكا تعرفون التمييز العنصري لم ينتهي إلا في القرن العشرين فلفت نظري أن هناك طائفة من المسلمين الجدد في أمريكا سموا أنفسهم بلاليون فبحثت سبب التسمية وتعرف كيف محمد علي كلاي ولويس فرقان ومالكوم إكس وحتى هذا البطل العالم في الملاكمة الثانية تايسون أظن أيضا أسلم يوجد إسلام بين السود كثيرا وحثت عن الموضوع وإذ بهم ردت فعل جميلة منهم وجدوا أن التمييز العنصري الإسلام ينصف وجعل سيدنا بلال فوق الكعبة ومؤذر رسول الله فسموا أنفسهم بلاليون أنا أذهب إلى أمريكا وأقول الناس على قسمين يا معشر السود وأنه من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل منكم سيرتدوا خلينا على أوباما ولا هذا البايدن أحسن لنا لش تخرجنا من هنا إلى أمر آخر فلما إذا كانت فعلا هذه يعني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كان سيحاججه بلالة الحبشيو صحيب الرقومي طيب دكتور أي فضائل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يعني يوجد نصوص ليست لغيره طيب من كنت مولاه فعليا مولاه إيش المشكلة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب علي المنافق ولا يبغضه إلا مؤمن أنت مني وأنا منك أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فكثيرة هي فضائل سيدنا علي قبل كل شيء إيش المشكلة لما يكون رجل ناصر النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وأسلم منذ صغره وقاد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوات إيش المشكلة والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لإيمانه ومكانته مثل ما شهد لأبي بطر وعمر ليش هذا بس هذه الفضائل ليش نسقطها على النسب في خلل في الفهم في خلل كبير جدا في الفهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل علي ينزلونه على النسب ليش إيش وجه العلاقة أنا أتخاطب مع إنسان عاقل أو ألفت النظر أو أنبهه شيء في غشاوة في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل الحسن أو ذكر فضائل الحسين ذكر فضائل مثلا لأبي باكر لعمار لعثمان لماذا هذا نزل النسب فضائل ما نزل النسبه وعمار ما نزل النسبه ومصطفى خير صاحب النصى أنهم في جنة الخد نصن زادهم طلحته ابن عوف والزبير نأتي إلى العشر مبشرين جميعا في الجنة ننزل هذه كلها إذن الخصوصية أو الفضائل لا تقتضي الأفضلية أو تفوق النسب الآن حتى هذه المسألة الخصوصية حقا ما من فضل ذكر لعلي إلا شاركه غيره يعني الآن لماذا نقول أصلا بعض الناس يقول لماذا تقولون أبو بكر أفضل مثلا من علي لأن أبو بكر ورد فيه خصوصيات الخصوصية هي محل تمايز لما كان هذا له بعض الخصوصيات لا يشاركه فيها غيره من هنا قال أهل العنب بالأفضلية وهذا ما اعترف بها علي رضي الله عنه صاحب البخاري لما سأله ابن محمد بن حنفية من خير الناس؟ قال أبو بكر قال ثممان قال عمر قال فخشيتا يقول ثالثا عثمان قلت فأنت فمدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبقى خوخة إلا خوخة أبو بكر مدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس قال أبو بكر مدرك أنه قال الله لا تحزن إن الله معنا مدرك يعني أحب ما يشاركه فيها غيره لا تبقى خوخة إلا خوخة أبو بكر وكل هذا بكسبه بعمله بتصديقه بمناصرته والأمر في هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت به أنا وأبو بكر عمر ولم يكونوا حاضرين في المجلس عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور في مسألة الراعي وفي مسألة البقاء لكن ذكرتم حاديث نقف عندها شوية ذكرتم من كنت مولاه فعلي مولاه يعني هذا خاص إن الله مولى الذين آمنوا كيف جعلت هذا خاصا في علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق قال في الأنصار لا يحبه من لا مؤمن ولا يبغضه من لا منافق قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني وأنا منك ذكرت هذا الحديث طب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في جليبيب بعد أن نستشهد قال هو مني وأنا منه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأشعريين قال هم مني وأنا منهم بعد أن ذكر أنهم يعني أنت مني بما زلت هارون أو إيش هذا الحديث إيش سياقه يعني علي حزن أنه ما ذهب إلى الغزوة مثل ما فعل موسى مع هارون قال له ظل وأنا سأذهب لملاقة ربي فالنبي صلى الله عليه وسلم يسليه جميل جدا أنت مني بمنزلة هارون موسى هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بموسى وشبه علي بهارون شبه النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر بمن؟ بإبراهيم وعيسى وشبه النبي عليه الصلاة والسلام عمر بمن؟ بنوح وموسى جميل طيب دكتور فضاء الآل البيت مستدرك الحاكم طبعا جميل عندنا فضاء الآل البيت قردنا بهذا القاعدة مهمة جدا جميل جدا أنه ما فيش فضل مع الإقرار بفضلي هو لعمله لكسبه لإيمانه ما فيش فضل ذكره لعلي رضي الله تعالى عنه إلا ويشاركه في غيره طبعا هذه القاعدة يذكرها الإمام القرطبي رحمه الله وتعالى يعني لفت إليها النظر في تفسيره ويذكره أيضا شيخه الإسلام التيمية وغيره من العلماء جميل عندنا دكتور فضائل آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول فضائل آل البيت يشأل يشتكسد فضائل يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي الترمذة ايش الفضائل هم كتاب الله وعترتي طيب ما معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول إني تركه فيه وإن كان يعني حسب بحثت فيه قليلا بعضهم يضعفه لكن على فرض صحتي على من على رويت من صححه طيب الآن هؤلاء يعني معهم دين آخر على افترط صحته لهم شيء يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام أما قال الله جل وعلا يتبعوا ما أنزلي إليكم ربكم أما قال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه يعني هؤلاء هل هم ما السؤال معهم شيء يخالفون فيه النبي عليه الصلاة والسلام أم هم يقولون كما يقوله عليه الصلاة والسلام ويفعلوا ما يفعل عليه الصلاة والسلام لكن تخصيصهم كتاب الله وسنتي هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن الآن لما نأتي إلى مثلا تقول فضائل للتنزيل أنا ما أسلم بهذه لكن للتنزيل لماذا تجر هذه إلى النسب نرجع إلى هذا المحور الذي الآن لأن هنا لم تضلوا بعدي كتاب الله وعطرتي طيب أيشة الإشكالية هل هم أصلا هنا هل هم باعتبار صحة هذا الله هل هم معهم شيء يخالف النبي عليه الصلاة والسلام المفروض لا إذن كتاب الله وسنتي هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو سلمنا هل هذا يدل على أفضلية النسب الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أنا هل هذا يدل على أفضلية يعني النسب يعني مسألة الأنساب نرجع إلى ماضي الحديث أن الأنساب لأمرين للتعارف ولصلة الرحم للتعارف إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لصلة الرحم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم بشكالية أن هذه لها تبعيات حتى في التسميات كما يقال حديث جر حديثا سامحني لا مشكلة أنا والله حتى نكمل الشبهات لعادة تريد على هذا أنا أخشى أن تذهب من ذهني يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل قوله تعالى وأنذر عشرتك الأقربين دع النبي عليه الصلاة والسلام قريشا فاجتمعوا وقال يا بني عبد فلان أنقذوا أنفسكم يا بني عاشم يا بني عبد المطلب يا فاطمة بالنهاية بنهاية الحديث غير أن لكم مرحما سأبلها ببلالتها ما معنى هذا يعني هنا شبه قطيعة الرحم بالنار وأني أنا أطفئ هذا بالوصل أنا أصل رحمي إيش الإشكالية بماذا سيأبله ما معنى يصل الرحم يعني النبي صلى الله عليه وسلم واضح الحديث في الدنيا ولا بالآخرة بالدنيا أنا شبه قطيعة الرحم بالنار إلا أن لكم رحمة سأبلها ببلالها وفي بعض الضبط عند بعض علماء الحديث ببلالها بالفتح الباء وبكسرها أولا أين الحديث ذكر النسب يا بني عبد الشامس يا بني عبد منافي يا بني هاشم يا فاطم أنقذوا هذا يدلنا على الأصل العظيم أنه من بطأ قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمل لم يسرع به نسب هذا مع هذا واضح أن الأنساب هذه لا تغني عنكم من الله حتى قال يا فاطمة ابنة محمد أنقذي نفسك فإني لا أغني عنك من الله كطيعة الرحم هذه سأصل يعني أنا أصل رحمي يعني إيش دخل صلة الرحم بفضل النسب صارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرقة يعني هذه فقط صلة الرحم بالدنيا صلة الرحم بالدنيا بالآخرة لن يبل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا نسبه ماذا سيبل لا أدري أنتم بحث ولهذا قال أنقذي نفسك لا أغني عنك من الله إيش إذن بالآخرة لن تنفع الأنساب لا أغني عنك إيش من الله شيئا بالآخرة لا يوجد نفع للأنساب لو نفع سينفع عمه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء مع علمه بصدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام قال لو لقد علمتم أن دين محمد من خير أديان البرية دين لو لا الملامة أو حذار مسبة لو وجدتني سمحا بذلك يقين ما كرر قرر ما كرر قرر المحكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم المحكم لا فرق بين عربي وعجمي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى المحكم حرمة الطعن في الأنساب وحرمة الفخر بالأحساب هذه آيات تتكلم عن فضل علي أين أنت وأنت وإن علي حادث حادث تتكلم عن فضل علي أين أنت وإن علي هذه آيات يذكر الله فيها نساء النبي صلى الله عليه وسلم أين أنت وأين هنا هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم بحق كما يقال إن صح التعبير بلفظة بحق قد ندخل في شكالات عقدية لفظة بحق كذلك يعني بما بيني بينكم قرر دعوني يعني ما ينبغي عليكم أن تؤذوني أنتم أنا إن علوتم على غيركم كما كان هم يقولون إن على محمد على على فارس والروم فلنكن معه يعني كان بعض العقلاء أعجبوا بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوا يعني إن جاء بشيء وكان له شأن نحن وهو قريش جميعا ولا ما ينبغي أن نؤذي في هذا الباب يعني الإشكالية أننا دوما نتحدث بالمحكمات ثم يكون هناك انفصال عقلي آخر لما يأتي إلى هذه الآيات وبعض هذه الآيات يقول لك النسب هذا انفصال عقلي يعني هنا عقل واضح يتطابق مع النقل والعقل والفطرة يأتي إلى هذه الأمور خلاص يقف طيب أين يصبح منطق آخر منطق آخر تماما مغاير حتى هو في منطقي العادي الآن قل لو اعطينا خطبة عن الطبقية سيعطيك أجمل خطبة إن أكرمكم عند الله يطقاكم لا فرق فيه ولا في الإسلام طبقية ولا فرق بينيش دائما صهيبش الرومي وبلاليش الحبشي وسلمانش البارسي ما شاء الله وإذا جالها ستقوله طيب فضاء يعني فضل النسب على البيت أو بعض أهل لن يقول كذا طيب أين الدليل خلاص يكون فيه غشاوة ضربت عليه الغشاوة عقل آخر العرب دكتور هل لهم فضل في الإسلام العرب لأجل أنهم عرب نعم لأجل أنهم عرب لأجل أنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم للأجل النصرة المهاجرون صار لهم الفضل لأجل الهجرة تركوا أموالهم وأولادهم وأتب الله عليهم حكما وأسماهم عربا وأسماهم مهاجرين الأنصار صار لهم فضل لأنهم ناصروا وليس لأنهم من أهل اليمن وأن أصل العرب هم أهل اليمن لا سماهم الله بما قاموا به من صفات بما اكتسبوه بما اكتسبوه هذا الهجرة فعل والنصرة فعل فكانوا مهاجرين وكانوا أنصار بتسمية الله لهم وهذا أعظم شرف أعظم شرف أن يسميهم الله بأفعالهم أن يثني الله عليهم لا بأسمائهم ما أثنى الله على معاذ بن جبل لأنه أنصاري لأنه ناصر أحب العرب القرآن الكريم نزل بلغتهم النبي عليه الصلاة والسلام منهم هم ناصروا وهاجروا وحملوا الإسلام إلى غيرهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى العرب هذا يعني بعث إلى قومي خاصة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة سوماوية وهذا مختص به النبي عليه الصلاة والسلام عن سائر في حديث جابر رضي الله عنه عندما قال أعطيته خمسة لم يعطه الناش نبي قبلي قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الحارث ابن عمر الأزدي إلى الروم نعم كان معه ترجمان ترجم وهم عجم وحدثت له حادثة القتل لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وارسلناك للناس كافة فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر للجميع للعراب للعجام للغاربة اليوم لا يوجد أحاديث في فضل العرب الآن ندخل في باب العروبية ويأتينا آخرون ويدخلون في باب الشعوبية ونقع بين هذا وذاك لا هذا ولا ذاك كلاهما مذموم لا مسألة العروبية العروبية كسبب أحيانا الدعوة العروبية تسببت في ضياع المسلمين اليوم حقيقة باسم العروبية ولا نوردها وفلان يحكم والشعوبية يعني كانت هذه الشعوبية هي أعداء العرب بعضهم ألف كتب في مثال بالعرب ومناقب العجب يعني جاب آيات أو أحاديث أو شيء هكذا يعني وأن هؤلاء آذو أقل لشي يقول آذو يعني آذو أبو جال آذو أبو لاب آذى النبي صلى الله عجي فبعضهم كان يؤلف في مثال بالعرب وهذه الشعوبية المذمومة أصلا لما ننظر إلى المصطلح القرآني ينبغي أن ننظر إلى المصطلح الموضوعي كما هو عليه إن جعلناكم شعوبا وقبائل تعرف هذا هو المصطلح القرآني أن الله ذكر أن الناس قسمين لا لأجل إيش الطبقية أن منهم من يفتقد نسبه فيكون من جنس الشعوب يقال الزنكي الفارسي التركي ومنهم من يقال قبيلة حاشد قبيلة بكيل قبيلة مذهج يعني مثلا في اليمن والقبائل الأخرى هنا مهم ذكرنا الشعوبية أنه ينبغي أن تبقى النصوص على ما هي عليه المقصود التعارف أما أن نجر الشعوبية ضده القبلية ونستجلب عيات وحاديث وتحريفات ونجر بعدنا القبلية هنا سنقع في الشعوبية المذمومة التي نبأ عليها العلماء وأن هذا مخالف الوضع الطبيعي يبقى كل شيء تكتور سعد ألا تخشى أن تتهم بالنصب يعني أنت تناصب أهل البيت الأعداء من أهل البيت أهل البيت النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله وعلم الحسن والحسين رضي الله عنه هذا الذي الآن في اليمن الحوثي أقول رضي الله عنه وذلك الذي مثلا يدعي في جنوب لبنان أقول رضي الله العبيديون الفاطميون من أهل السنة يوجد علماء الشريف فلان النسيب فلان العالم الفلاني نسيتني ذكرتني الشريف هذا أصلا مصطلح حادث هل هذا كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هل كان هو أصلا عليه الصلاة والسلام يقول أنا شريف وعلي شريف والحسن شريف والحسن شريف هذا المصطلح يا دكتور جاء في القرن الرابع الهجري في أيام الدولة العباسية وكان هذا المصطلح يطلق على على كل حسني وعلى كل حسيني وعلى كل علوي وعلى كل عباسي وعلى كل جعفري حتى جاءت الدولة الفاطمية وحصروه على كل حسني وعلى كل حسيني هذا من البدع من المحدثات يعني الشريف من دونه وإيش أو يقولون حتى في النساء شريفة طيب النساء الأخريات يعني المصطلح ملغوم ملغوم دلالة قبيحة مفهوم المخالفة مفهوم يعني يقولون السيد الشريف النسيب حسني حسيني الشريف يعني السيد هذا أبسنت الشريف يعني هذا أولا هذا مصطلح حادث مبتدع جاء في ظروف الدولة العباسية وتما يتأصيله في الفاطمية حاوله حقيقة كل من يحاول يأتي بهذه الألقاب وهذه الأنساء المقصود منه الحكم الارتزاق السيطرة النصب أخذ أموال الناس إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى وأدرك أن الناس عند الله سواسية السيد النبي عليه الصلاة والسلام سيد عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر هو لأعماله ولم اكتسبه عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام هو نبي وملك كسليمان عليه الصلاة والسلام نبي وملك فالنبي عليه الصلاة والسلام نبي وملك لأنه حكم يعني النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام جاء به دساتير ولا لا جاء به أحكام أحكام قصاص وأحكام تأديب وأحكام تعزير ويحكم بالأرض وحكم بين الأنصاري والزبين في الأرض شراج حر وحكم النبي عليه الصلاة والسلام إذن هو أسهاد السيد لأنه يسود غيره يحكم غيره فالنبي عليه الصلاة والسلام نعم لكن أن يتسلسل هذا اللفظ إلى الفروع بدون حكم هم ليش يريدون يقولك سيد سيد يريدون استجلاب الحكم استجلاب أنا سيد عشان أحكم أتسلط على رقاب الناس وأتسلط على أموالهم وبعدين ما في الشيء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في جانبهم في جانب لا عقديا ولا أخلاقيا ولا فعليا ولا شيء من ذلك فعندنا هذا الموضوع جدا مهم أن لفظ الشريف هذا ما هو موجود لا في كتاب الله ولا في سنة ولا في الآثار دكتور أنت تحدث موقفكم الآن من قضية النسب وآل البيت هل هي ردة فعل على جماعة الحوثي؟ ليش ردة فعل؟ الآن نقول دائما من المحكمات لا فخر بالأحساب ولا طعن في الأنساب يعني لو نريد أن أفتخر بالنسب أيضا كان رأيكم قبل تغول الحوثي في اليمن؟ دائما حتى في أثناء هذا الرأي لكم هذا الرأي من قديم بدليل أننا كنا حتى لما ندرس نذكر الصحابة والقرابة القرابة نذكر علي فضائلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا وقال فيه وما كان فيه شاركه غيره بس نقف عند علي نذكر أحيانا حسن حسيني إذا اقتضى يعني الخطاب والدرس يعني ما كان يخطر في البال أنه يأتي هذا الذي هو الله أعلم مثل العبيدين كانوا يدعون أنهم ينتسبون النبي صلى الله عليه وسلم وطلعوا ويش لا ينتسبون غاض النظر ما نريد أن ندخل في هذه التفاصيل والدين والتحليل والنحوه لكن هذا هل هذا يشمله الفضائل طيب ليش ما يشمل الفضائل أبناء الأنصار هم موجودون يعني ليش ما يشمل الفضائل أبناء أبي برد منذ متى دكتور تبنيتم هذا الرأي يعني هذا الرأي متى اكتشفتم أن أهل البيت ليس لهم أي مش اكتشاف متى أثير الاكتشاف يعني كنا على الطبيعة المحكم إن أكرمكم عند الله أطقاكم لا بس لما يعني عندنا تفضيل لأهل البيت محبة أهل البيت اللهم صلى على سيدنا محمد وآل محمد مثلا أحب النبي عليه الصلاة والسلام فعلا هذا فعلا مثلا ينتسبي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أحترمه لأحترمك لمكانة أبيك لكن أما أقول نسبك أفضل من نسبي ما كان هذا يخطر في البال الآن لما بدأوا يثيرون هذه الأشياء باعتبار السيطرة على بعض العواصل باسم المسيدة وباسم كذا ويثيرون هذه الأمور هنا وجب التنبيه ولهذا جاء هذا الكتاب وكما قيل كم ترك الأول للآخر جاء لكشف هذه الحقائق ولفت النظر ووجود الفوارق هذا واضح من قبل هكذا من قبل الأمور ما كان لهم سيطرة صح ولا لا والناس عندما يتكلمون بالمحكمات ولا بالمتشابهات كانوا يتكلمون بالمحكمات يعني هناك من من بعض الفراق ونهوهم يعني يأتي عندهم هذا الشيء يكون فيه ردود علمية يعني بقدر وينشغل هذا في عملي وذلك في بحثي وذلك في قراءتي وذلك في تأليفه لكن عندما بدأت السيطرة على العواصم باسم يعني ماذا نحوثي عندنا في اليمن يقول أنا من آل البيت يعني باسم آل البيت قتل اليمنين وباسم الالله استولى على دورهم وأراضيهم وباسم الولاية قام بتشريدهم هل هذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهل هؤلاء فعلا أحفاد للنبي عليه الصلاة والسلام من بطى بعمله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا أوليائي ولم يذكر الراوي منهم يعني ليش لأنهم خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن آل أبي فلان ليس أوليائي هذا المقصود إنه متى حدثت المخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام فليس لهم كرامة كأبي لهب الله أنزل فيه قرآنا ليس له كرامة ولا واحد في المئة ليش لأنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر هذا نسبه ينتسب للنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أو لا ينتسب الآن ماذا تريد أنت لما تقول نسب أفضل إيش تريد ما هو المقصود تريد أن تحكمني تريد أن تستولي على مالي تريد أن تجعلني مفضول وأنت فاضل هذا كله من عمال الجاهلية ماذا تريد لما تقول أنا نسب على ماذا يعني كل واحد لما يأتي بالتفضيل لابد من مترتبات ولا لا يقول نسب أفضل طيب ما الذي يترتب عليه أنت تسبقني إلى الجنة أنت يكون لك ميزة عند الله سبحانه وتعالى يقول قدموه نعجل له الحساب ايش يسموه في آي بي ها في آي بي يطرحون في آي بي لا ما في شي أيش المقصود يعني لما يقول أنا نسب أفضل ثم بعدين حتى هذا الذي في دين طبعا وخيره وكذا يقول والله إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومو بس ومو بس هذه ولكن نسب طيب ما الأفضلية لها لها آثار مترتبة عليه ما هي الآثار إذن هذا المقصود في الحقيقة هو مقصود سياسي مقصود سياسي هناك دول منذ أن اختلف يعني وقع ما وقع في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني البذرة عندما قام عبد الله بن سبا اليهودي من أهالي صنعاء أو نحوه يعني بعضهم يقول لك لا هو صوري وكذا لكن حدث أنهم قالوا هذا لأنه إيش قريب النبي عليه الصلاة والسلام إذن له مكان وإذن بدأوا في هذا الجانب يعني مع هارون وموسى ونحو ذا بدأوا في هذا الجانب من أجل إيش إيجاد الفوارق الآن فرق تسد الآن هذا الأمر هو له ماضي لابد من دعم هؤلاء وأن لهم ميزة وأن لهم مكان وأن لهم منزلة من أجل إيش أن يحكموا طيب بماذا حكموا الآن تعالى وفي الواقع حتى هؤلاء الذين استولوا على بعض العواصم في جزء من اليمن وجزء من لبنان وجزء من بماذا يعني هل هم على نهج النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام منهم براء منهم براء إذن إيش القضية يعني هؤلاء أنا شريف وسيد بعد أن يحكم ويحكم بغير بغير الكتاب الكتاب عنده محرف والأحاديث هذه ما فيش روايات قال فلان وقال فلان وانتانا دي آخر يعني مختلف طيب دكتور تخصيص البيت بعدم جواز أخذ الصدقة تمام يعني حرمناهم من الزكاة نعوضهم بالخموس أو بنصيب محدد يعني الآن عندنا مسألتان يعني أولا مسألة الزكاة هذه مسألة فيها مسألة فقهية أحكام شرعية أحكام تكليفية ألان خصائص والأحكام أنت رجل لك خصائص لك خصائص عن المرأة عن المرأة نعم الحاكم العادل له خصائص يختلف عن إيش الرعية والرعية له ميش خصائص أحكام عليه واجبات وله حقوق الأب له خصائص الأحكام لا تعد عن كونها المسافر له خصائص المريض له خصائص خصائص الأحكام لا تعد عن كونها أمور تكليفية ماذا منع الله عنهم سبحانه وتعالى الزكاة هذه مسألة فقية الآن الآن هنا السؤال هل هذا له تعلق بالنسب أو حكم شرعي أولا هنا لا بد أن نفصل قبل أن نأتي إلى التفاصيل بعد أن ننظر إلى هذه المسألة الآن هذا حكم تكليفي أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رخص للمسافر أن يفطر لفضله لفضل نسبه يعني كيف هنا هذا كل الأحكام التي فيها خصائص قالوا أحكام تكليفية صحيح وهذا مثلا حكم لو خصائص باعتبار من يقول به قالوا هذا يدل على أفضلية النسبة شوف الإشكالية في التلاعب بالطريقة العلمية يعني ليس الطريقة علمية إطلاقا خصائص أولا هذه مسألة فقية وهناك من يفرق بين الصدقة وبين الزكاة لأن الصدقة هي من طيب نفس بخلاف الصدقة فإنها ليست كمثلها وأنها من أوساخ الناس وجمهور الفقهاء على أنه إذا كان فقيرا فإنه يأخذ من مال الصدقة طيب النبي عليه الصلاة السلام قال ومولى القوم منهم حتى في الحديث نفسه والموالي ليسوا من أنساب النبي عليه الصلاة والسلام ويحرم عليهم أخذوا صدقة ويحرم يعني إذن هذا الحديث ليس له تعلق بمسألة النسر تماما هو لا يعد عن كونه حكم تكليفي والحكم التكليفي هذا في خلاف جمهور الفقاء على أن هذا الأمر جائز لهم إن كانوا فقراء ومساكين والذي عليه المحققون يقول الصدقة جائزة صدقة التطوع يجوز لهم أن يأخذوا منها لكن الزكاة الجمهور على أن هم لا يأخذوا وفيها خلاف ومتفق على أن إذا كانوا فقراء ومساكين يعطون إذا كانوا فقراء ومساكين يعطون مسألة لا تعد عن كونها مسألة ومولى القوم منهم أنتم ذكرتم ملاحظة جميلة في الكتاب أن الله سبحانه وتعالى منع عنهم الزكاة كأنه ذكر الله أعلم أن نقلتها عمّا لكن النبي عليه الصلاة والسلام قل لا أسألكم عليه أجرا للمودة في القربة ثم يقول النبي صلى الله وسلم أنا أريد منكم كذا وكذا فتناسب يتناقض يتناقض تناسب أن النبي أعصد منكم ما نريد حتى الزكاة ما نريد أنا ما أريد منكم شيئا وهذا دليل واقعي جميل أني أنا رسول تخصصهم بالخمص الخمص هذا لمن يعني لالبيت الآن من من يأخذون السؤال هذا نخلي سؤال عكسي من من يأخذون من المسلمين من يومك هذا هذا هو قوله الإمامية لأن الإمامية عنده إفراط في مسألة التكفير كل من لم يؤمن بالإمامة فهو خارج فهو كافر بالتالي يرون أن الآية هي في مطلق الغنيمة كل شيء يعد غنيمة أنت مالك تجارتك خرجك عمل كل شيء غنيمة أنت بينما الآية وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْشَيْنْ فَأَنَّ لِلَّهِ المأخوذ من الكفار يخمس أربعة وخمس للمقاتلين وخمس منه الذي هو خمس الخمس اختلف الفقهاء في تقسيمه من من قال قسم إلى ستة أقسام فأن لله يخمس ولي الرسول ولي ذي القبى وليتهم مساكن ومنهم من قال إلى ثلاثة أقسام وذب الحنفية ومنهم من قال إلى قسمين والذي عليه جمهور العلماء أن هذا يرجع إلى رأي الإمام يوزيه حسب مصلحة المسلمين وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما جاء اثنان من أولاد الصحابة الفضل ابن عباس وابن الحارث أراد من المال أباهما يعني دفعه إلى دفع الاثنين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ المال من أجل أن يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد ما أخذ ماذا تريده يعني كانوا كان شاب بيني صغيرين قالوا يعني أتوا بمقدمة ونريدش أن أخذيش مالا يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا محمية وكان على مال المسلمين قال اعطيهم من مال المسلمين الآن لو كان معهم الخمس هل سيأتون إلى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أم سيأتصرفون الخمسهم طيب وهل يعقى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يعطيهم الخمس بعدين يرجعوا البيت المسلمين حتى إن علي نهى الأبوين لما كان يتحدثان قالوا نرسل أبنائنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال علي لا تفعل فوالله ما هو فاعل ما أعجبه الحارث رضي الله ما أعجبه كلام علي قال لعله بسبب منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما يريدنا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان فعل علي صحيح طيب لو علي كان رضي الله عنه يعلم أنهم سيأخذون من مال الخمس يقول ايا ذهبوا خذوا من مال الخمس الذي ولكم جاء في سنن النساء عن الحسن أو محمد بن الحسن أن الناس قال اختلفوا في هذا الأمر ثم كان ذلك إلى رأي حاكم المسلمين وكان ذلك في عهد أبي بكر عمر وهذا ما فعله أبو بكر عمر أن مال الخمس لابد هنا فصل لأنه في في قصور عند البعض يقول لك التراث التراث ويحاول إيش يتهم التراث بدل أن يتهم عقلها يقول لك هذا التراث موجود الخمس وانتو تكلمون في الخمس المشكلة مش في التراث المشكلة في فهمه الإمامية فقط الذين قالوا يأخذ من مال الكل لأن الكل عندهم كفار جمهور المسلمين خمس الخمس خمس الخمس من مال الغنيمة الغنيمة التي تأخذ من الكفار لا الإمامية والآن في اليمن الحوذي هذا قول لم يسبقوا إليه هذا هذا هم خارجون نرجع الآن لأصل المسألة دكتور قبل أن نأتي إلى أصل المسألة هؤلاء المتحدثون في هذا الباب خارجون عن المسألة خارجون تماما يعني الحوذي لما يأتي يأخذ مالك ويأخذ من تجارتك ويأخذ من فلان والذين هناك ويأخذ من يقول لك الخمس أنت تأخذ من من؟ من مسلم المسلم يأخذ منه الزكاة ليش؟ لبيت مال المسلمين ومنه الزكاة للفقراء والمساكن أنت بيحك تأخذ من مسلم خمس الخمس هذا الخمس هذا يأخذ من مال ليش الكفار مال الكفار جمع جمع مال الكفار الآن يقسم هذا المال إلى خمس أقسام ماله الكافر يقسم إلى خمس أقسام مش ماله المسلم نعم واضح طيب دكتور هذا مهم جدا يعني جميل حتى ماله المسلم حتى ماله المسلم الآن أنت إلى مسألة فقية ما لم يدخل لهم خارجون من هذا ماله هذا المسلم الذي عليه جماهير الأئمة والذي عليه السلف والخلف وعليه المالكية أن هذا يرجع إلى رأي الإمام حسب المصلحة العامة ولذا ما يعطى لناس سرق أو ناس سكارة أو ناس قتلة ويقول لك ليش نعطيهم الخمس هذا منافي لروح الشريعة ولما عليه المصالح دكتور أنت تنفي أي خصيصة لأهل البيت أو فضل ونسبهم يعلو ما في شيء دليل أنا أعطيني دليل نحن في كل صلاة نصلي الصلوات الإبراهيمية طيب اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم الحديث في الصحيح اللهم صلي على محمد وآله محمد منهم الأهل الأهل هم أتباعه أتباعه هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام قال النشوان الحميري رحمه الله آل النبي أتباع آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي لو لم يكن آله إلا أقاربه صلى المصلي على الغاوي أبي لهبي آل النبي عليه الصلاة والسلام هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الآن لفته يعني مما أننا ذكرنا الصلاة الإبراهيمية الله جل وعلا يقول أدخل آل فرعون العذاب أدخل آل فرعون العذاب بإجمع المفسرين أن فرعون ما كان له أولاد ولهذا لماذا اتخذ موسى عليه الصلاة صحيح ما كان معه أولاد لو كان مع أولاد ما يريده أدخل آل فرعون أتباع فرعون آل لوط آل عمران إن الله اصطفى آل إبراهيم وآل عمران على العالم أتباعهم أتباع ملتهم وليس المراد بالآل من كان قريبا من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم هو داخل في آله يعني الآل هنا ليس بمعنى الأهل يعني بعضهم يقول هو الآل هو أصله أهل وأن الها هذه قلبت همزة أآل ومع الاستعمال صارت يعني آل وأنها بدل عن بدل يعني قاسوها على تالله وأن التاء هذه هي أصلها بدل عن واو القسم والله وأن واو القسم بدل عن فعل القسم فهي بدل عن بدل يعني هؤلاء حتى يقولون أنها تطلق على المعظم لكن لو قلنا الآل هو الأهل لخارج النبي صلى الله عليه وسلم من الآل ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو داخل فيه؟ اللهم صلي على محمد وآل محمد وآل محمد طيب آل محمد هو أولا يذكر صلاحة طيب الآن لما نقول آل محمد اللهم صلي على آل محمد يكون النبي صلى الله عليه وسلم خارج منهم لا أحد يقول اللهم صلي على محمد يقولون محمد وآل محمد الآن ما نريد في تحقيق لغوي لما نقول الآل بمعنى الأهل الآل بمعنى الأهل الآل يدخل فيه أدخل آل فرعون فرعون وآله أما شوف عندك الرجل الذي كان يكتم إيمانه رجل قال الله سبحانه وتعالى من آل فرعون يكتم إيمانه هو في الظاهر أنه كافر لكنه يكتم إيمانه فعد من آل فرعون فلانما ناتي إلى الآل ونقول الآل هم الأهل الآل هم الأهل هنا النبي سصم يخرج من لفظ الآل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا في مشكلة لكن الآل هل هو النبي سصم داخل فيه لا لنقول الآل آل محمد أهل محمد إذن هم خارجون عنه بخلاف لفظ الآل فإنه يدخل فيه الرجل مع أهله هذا الأمر الأول لو فصلنا الآل بالأهل لنقول لك آل محمد آل أهل بيته آل محمد حتى شوف القرآن القرآن ما ذكر آل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ما في شوف القرآن لأن الآل عند علماء اللغة لا يطلق إلا على معظم لا بد أن يكون الذي بعده معظم محمد فرعون غض النظر عن كفري وكان محل تعظيم وإدعي الربوبية وأنه كان ملكا أهل اللغة يقولون أيضا حتى من الفوارق في هذا الباب أن الآل أن الآل يطلق على الإسم الظاهر وعلى الإسم المظمر وأن إطلاقه أو قرنه بالمظمر ضعيف وشاد وهذا رأي جماعة من العلماء اللغة ومنهم اختاروا أيضا ابن القيم رحمه الله ما يقال اللهم صلى الله عليه وآله وأن الذي بعده لا بد أن يكون عاقلا الآن من قل آل البيت إذن خلاصت القول لحظة آل البيت هذا عاقل أو غير عاقل عاقل البيت البيت غير عاقل غير عاقل طيب آل ومحمد ما في الشيء يعني آل البيت أنا أريد أيضا لفت النظر وين لفظة آل البيت الآن من حديثي هذا من حديثي هذا إلى سنة أريد نص في كتاب الله آل البيت أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت ما فيش لأنه آل يأتي بعده عاقل واضح لا يأتي بعده إشغال يعني بعضهم يستدل آل عوجة وكذا لكن هذا المصطلح بهذا اللفظ ما ورد يعني لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيش معنى الآل إذن الآل من أول آل يقول أي إذا رجع أي أن الناس يرجعون إليه فآل النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين يرجعون إليه أنت ترجع إليه أنت من آله جميل أنا أرجع إليه أنا من آله أنا لا أرجع إليه أنا نستم من آله جميل أكتور لو أردنا أن نلخص رأي أهل السنة والخورة نقطة هذا أيضا فيه تعلق بالنسب دائما نكرره ما كرر قرر هل فيه ذكر النسب فضل النسب يعني الآل هذا مبحث معروف يعني عند العلماء أن الآل حتى الذين قالوا قرابته اختلفوا تعرف من من قالهم بنو هاشم ومن من قالهم بنو هاشم بنو عبد المطلب ومن من قالهم إلى غالب بن فهر يعني حتى من هؤلاء الذين هم قرابته الذين هم آله يعني حتى هذا الجانب يعني فقهيا لكن نسترسل في المسألة وأن المسألة فقهية ليش ربطها بال ليش تربطها بالنسب من هم الآل نريد نعرف هم أتباعه أم قرابته أم المؤمنون خلاف بين العلماء من من قال الأطقية من من قال أطقية خاصة يعني اللي هم بمنزلة المحسنين يعني ومن من قال هم أتباعه إلى يوم القيامة وهذا هو الذي يدل عليه يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يزاكم الله خيرا دكتور سعد لو أردنا أن نلخص ختام الحلقة يعني آل النبي عليه الصلاة والسلام أو آل البيت ما هي أتباع ملته أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الغاوي أبي لهبي الله أكبر هذا آل النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين يرجعون إليه وهذا الذي عليه المبرد وعليه الخليل وعليه الفارابي وعليه جمح من كبار أئمة اللغة واختار هذا القول من المتأخرين ابن حجار وابن تيمية وابن القيم أن آل من أول آل يقول أي إذا رجعوا أتباعهم يعني بالنظر إلى مدلول اشتقاق اللفظ يعني في اللغة العربية جزاكم الله خيرا دكتور سعد المزيلي صاحب كتاب نظرية تفضيل أهل البيت والجنس والنسب البطلان الشرعي والفساد العقلي أعانكم الله دكتور على رسالتكم شكرا أتعبناكم لا لكن أردنا أن نحيط نوعا ما بالموضوع الله يفتح عليكم كرمكم الله أردكم الجميل أنه كان في استثارات يعني تذهب بعضها ويأتي بعضها لكن ما ذكر فيه خير عظيم إن شاء الله ونقرر ونؤكد أنه يجب على الناس أن يتبعوا المحكمات المحكم إن أكرمكم عند الله يدقاكم المحكم لا فرق بين عربي وعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى المحكم لا طعن في الأنساب ولا فخر في الأحساب هذا من أمور الجاهلية بنص النبي عليه الصلاة والسلام الفضائل جاءت في علي جاءت في أبي بكر جاء في الأنصار تدل على فضائل مكتسبة بإيمانهم وإخلاصهم وجاء الذم في عم النبي عليه الصلاة والسلام أبي لهب لأنه مكتسب شيئا ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسابه هذه المحكمات وهذه المدخلات كلها من الحوادث والبدعة شريف سيد كلها مقاصد سياسية المراد من ذلك التسلط على الرقاب المسلمين لأنهم حتى لما وصلوا أو وصل بعضهم إلى بعض المناطق وبعض مناطق النفوذ ما حكموا بما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام أكبر إذن كان هناك دفع لإيجاد خلل في المسلمين وإيجاد الفرقة فيما بينهم بهذه المسلمات وهذه تدعم دائما أي شيء يسبب خلال ويسبب تفرقة ويسبب تمايز ويسبب طبقية هذا تدعم بشكل كبير جدا والمغفل الصادق منهم من يتبع هذه الأمور والإنسان العاقل يدرك أن النسب هذا هو دلالة اسمية دال على مدلول عارض ليس غير ما ليس بكسبه وفقط كلمكم الله شكرا دكتور سعطة إياكم الله ما يجب عليك سلامة سلامة شكرا دكتور شكرا دكتور شكرا دكتور شكرا دكتور شكرا دكتور شكرا دكتور شكرا دكتور